هل الفنان احمد زاكي كان منفرد بذاته في فكرة ان يشتري سناريوهات ويشتغل وينتج من جيبه الخاصة على الاعمال وتكسيد الشخصيات التاريخية ولا في فنانين تانية بتعمل زي الفنان احمد زاكي اعتقد طبعا يعني الهام شاهين برضو عندها هذا الشخف بس هي منتجة شطرة يعني برضو هو يعني طبعا فيه ناس بتحلم انها تنتج لانه تنتج بموصفاتها يعني يعني وبتنجح في ده مع احمد زاكي نجح في السادات يعني انا عايز تسأليه من كتر حبه في الفن صبعا الفيلم ده ده فيلم عظيم يعني من كتر حبه للفن ما كانش بيفكر في الخصارة المادية على قد ما كان بيفكر في قيمة العمل اللي هو ممكن يحصل عليه ويعمله عمل فن لا ما كانش بيفكر في الخصارة المادية وكمان في حاجات هو اشتراهه ومعملهاش اصلا يعني هو كان مثلا يعني انا ده كتابي برضو جزء من كتابي انا هتناول فيه ده هو كتابي مش كتاب يعني اللي هينزل ان شاء الله قريب جدا ده جزء من مشروع بتاعه يعني من سلسل الكتب هاتحها للقارئ عن تروس أحمد زكي بالضبط يمكن هي حتة برضا نوران تفسير النهوية بشاري كل السيناريوهات دي إنه فيه قصص لم تظهر النور يعني أحمد زكي وحبه للعمل الفني مش أنه نقدر نقول إنه هو الموضوع بغضه تجاري لا نقول إحنا بنعمل نصلي من أجل الفني يمكن لها المدرسة القديمة يعني لا وطبعا هو طبعا مدرسة خاصة في السنة المصري أحمد زكي بلا شك وكمان كان بيتعب جدا لأنه هو كان ممكن يقعد ينفق من وقته شهور كاملة وربما سنوات على مشروع يعني إحنا شفنا حليم بعد وفاة أحمد زكي يعني ما كملش هو حليم لكن أحمد زكي فكرة حليم ده كان مشروع من سنة 96 ويتعاقب عليه مخرجين ومؤلفين وأوراق وكان فيه سيناريو للأستاذ عبدالسلام أمين الشعر عبدالسلام أمين له سيناريو اسمه حكايتي مع العندليب وده سيناريو مجهول يعني ربما أنا انفردت برضو بنشر أوراق بعض أوراق وملاحظات على حكايتي مع حليم حاجة تانية خالص غير حليم اللي احنا شفناها الشاشة وغيره من مشروع أخرى يعني مثلا برضو كان أحمد زكي أحلم بتكسيد الفاجومي وله سيناريو مع محسن زيد سيناريو مجهول فأنا بسعى بقى أن احنا نطلع ده النور بحيث أنه يفيد المتخصصين في السينما ويفيد كمان الناس اللي عندها شغل بالسينما من الجمهور العادي كمان هو تلقيه أكتر من سيناريو في قصة واحدة دي حاجة عظيمة جدا ده كمان مش كده بس أحمد زكي كمان كان بيبني روح الشخصية بشكل جديد يعني السيناريو استعاطف بشي بدل كذا سيناريو وده من أول بالزبط هو بيبني بنية هو أحمد زكي دوره نفسه بيعمله سيناريو يعني دايما يبني سيناريو خاص ده لأنا وسلتله من شخصية أحمد زكي إن أحمد زكي كان بيتعب جدا وكان بيتعب المخرجين يعني ده مش حاجة سهلة أبدا لأنه هو لما بيرضب دور فهو بيتقمصه بكل ما فيه يعني ناس تحكي إنه مثلا ممكن مخرج يقول أحمد زكي بيمثل زي اللي جاي هناك ده يطلع أحمد زكي البواب مثلا يعني في البيل بواب أحمد زكي يقال إنه في هذا الدور يعني الناس لما شافته كانوا بتحسبه بواب وقالت له اطلع خد الشنطة دي طلحها لي فوق ده تقمص رهيب يمكن هو كان بيتكلم قبل كده في حواراته تلفزيونية هو كان بيتأثر جدا بالشخصية بعد تقسيد الكامل لها في عمل الفن وكان بيلجأ للدكاترة نفسين إنه ما كانش بيخلع يعني يقدر يخلع بسهولة سوب الشخصية يعني عبد الناصر عانى المحيطين كلهم بسبب سوب عبد الناصر أو سوب السادات يعني طبعا هذا حقيقي هذا حقيقي طب لا يعني بصي يمكن فيلم السادات أنا يعني بالنسبة لي أنا مرتبط طبعا دايما بأحداث حرب أكتوبر وارتباطي بحتة برضو يعني الرئيس الراحل محمد أنور السادات فلما أنا جيت أتفرج وقاري عنه كتير فلما جيت أتفرج على الفيلم ده وأنا صغير لا أنا كنت أعتقد مخدود من كتر حالة التكسيد المعمولة التوحف كان نحن بنوعوف بنشوف الرئيس السادات أنا نفسي بعد ما بقيت أشتغل على قصة أحمد زاكي غير مفهومي عن الحياة يعني بقيت أرجع لكتب السادات يعني مثلا لما أشوف فيلم السادات أنا أرجع لكتاب البحث عن الزاد وارجع للأوراق لأن أحمد زاكي كان بينه بين سيد جان السادات يعني حوارات وبينه وبينه موافقات وتعب جدا الفيلم ده من أجل أنه هو يطلع السادات بالشكل ده